من الكوليرا إلى انفلونزا الخنازير لا يتوقف عداد الموت في البلاد فمن الموت نتيجة الصراع بين الحكومة الشرعية ومليشي الحوثي إلى الموت بسبب الأوبئة التي اتتاحت عددا من المحافظات اليمنية مؤخرا انفلونزا الخنازير الوباء الذي يشبه في أعراضه الانفلونزا الموسمية تمكن بسبب ضعف الخدمات الصحية وشحة اللقاحة الموجودة في المراكز الصحية من حصد أرواح العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال ليست للمرة الأولى التي تفشى فيها انفلونزا الخنازير فقبل نحو عام أدى انتشار المرض إلى حصد أرواح 33 شخصا فيما تم تسجيل أكثر من 600 أسابة بالفيروس وفق مصادر صحية سهولة انتقال الوباء من شخص إلى آخر جراء التعرض للرذاذ المتطاير من المصاب عن طريق السعال أو العطاس أو التلامس بالأيدي دفع الأطباء إلى التهذير من تفشي الوباء المميط خاصة في ظل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد كبير من المرضى مصادر محلية أكدت أنه على الرغم من التفشي المتسارع لوباء فلونزا الخنازير وأوبئة أخرى تقف المنظمات الدولية موقف المتفرج حيالها حيث لم تقدم شيئا لوقف ذلك داعية إيها إلى ضرورة تكثيف حملاتها الصحية لوقف انتشار الوباء الذي يهدد حياة الآلاف من المواطنين